اهلا بكم مشاهدين في وقرة جولة مع النابح النهاردة في قرية سهرات الكبرى بمركز ميت غمر بمحافظة الدقاهلية مع النائب بدو عبداللطيف في جولة في هذه القرية لمتابعة المشاكل الخاصة بهذه القرية نبدأ الأول مع الأهل ونشوف المشاكل الخاصة بهم ايه وبعد كده نشوف رد سيادة النائب براحب بكم في البداية اتعرف بكم وكلمني كده عن مشاكل الموجودة عندكم في القرية محمد عبدالعظيم من قرية سهرات الكبرى احنا احد المشاكل الموجودة عندنا في القرية ودي مهمة جدا ان المستشفى هنا صدر لها قرار ناتب بقصره رغم انها مساحتها اكتر من 13 الف متر دي حاجة الحاجة التانية فيه احد الناس المتبرعين من ابناء القرية تبرع باربعة مليون جنيه بحيث يعمل مبنى في القرية داخل المستشفى مكون من ثلاث توابق يتعامل مثلا حضانة يتعامل رعاية مركزة وزارة الصحة بتتعنت معنا فاحنا بنطالب من الدولة ان المستشفى تبقى المستشفى مركزي لانها بتخدم قرى لان سهرات الكبرى قرية ام فبتخدم حوالي ما يقرب من 14 قرية بجوار قرية سهرات الكبرى شكرا ليكم شكرا ليكم فضل معي ياسر عبد الناصر دبورة اتكلم عن مشكلة قاومة من اكتر من 10 سنين هنا في سهرات الكبرى وهي مشكلة مجزر وسهرات الكبرى المشكلة دي كانت بيعاني منها الجزارين اكتر من 10 سنين فاكتمعوا مع بعض تبرعوا بقطعة ارض على طريق كرية كفر الشيخ وتبرعوا بيها الهيئة العامة للطب البطري المباني تبانت فيها وبعد كده توقفت بقالها اكتر من 10 سنين موقوفة وما زالت المعاناة حتى الان بيعاني منها بعض الجزارين شكرا ليك وصفة الوقت فضل معي امد مأمون احد ابناء كرية سهرات الكبرى والله بالنسبة للمشكلة اللي احنا بنعاني منها اللي احنا هنا في المنطقة دي فيها مستشفى حكومية وفيها مجمع مدارس وفيها نقطة شرطة وفيها وحدة اسعاف ولكن المرافق غير خدمية في هذه المنطقة وهي تعني كمنطقة يعني مهمة في البلد فاحنا عايزين طبعا من السادة المسئولين وعلى رأسهم السيد الوقت عبداللطيف والسيد عبدالرحمن الشهاوي رئيس مجلس مدينة منغمر اللي احنا نرسف المكان دوت ونوفر له انارة ويكون المكان دوت لما هو فيه مجمع حكومي كده وفيه اكثر من جهة حكومية ان يكون مؤاهل للعمل دوت ثانيا اللي احنا هنا فيه فيه هنا مجمع مدارس الوراء بتاعه متعطل في هيئة الابناء التعليمية لأكثر من عشر سنين وده طبعا البلد كبلد أم كبلد خدمية زائد النقطة التالتة باختصار شديد هنا ارتفاع الاسعار بالنسبة للكهرباء والمية ودي شيء بيعاني منه رضا السعيد حسنين نصر الكبرى دلوقتي حبيل عالي بردك في القدرة السكنية ممنوع ترخيص في عاية صاركت بس يعني مش عالفين بقى امر محافظ والله امر ايه يعني دي الناس كلها بتعاني منها مية مبونة كهرباء كل ده هو دين بتعاني منها البلد شكرا لي طيب نبتدي بقى برئيس مجلس المدينة ونشوف عايز زراف ردك طبعا على المشاكل دي كلها بعد كاسات النايب نشوف برضو وردو ايه والله بالنسبة أهلا بحضراتكم الأول في قارد سعاركت الكبرى مركز وده المتغم ما فيش شك ان طلبات المواطنين محل اهتمام ان شاء الله سيتم ادراك هذا الطريق في خطة الرصف القادمة 16-17 باذن الله وستتم الاضاءة فورا للكشفات ستتم عمل صيانة للكشفات فورا وبالنسبة للموضوع طب الاسرة هو جاري الدراسة لان كان فيه طبعا مستشفيات الف ومستشفيات بيه ان شاء الله جاري رفع الموضوع الوكيل وزارة على اساس ان احنا نقدر نغير طب الاسرة الى مستشفى بيه باذن الله طيب ستناب احنا بنتكلم عن دورنا احنا بنتكلم عن دور رقابي ودور تشريعي يمكن فيه وعود تالت قدامنا ربما هي في المتناول وربما ايضا فيه مشاكل هي عامة زي واحدة طب الاسرة هي مشكلة موجودة في كل قارية دلوقتي كل واحدة طب الاسرة هي موية يعني معنية حاجات معينة جدا خاصة بالاسرة بشهادات ميلاد وما الى ذلك فانا عايز اعرف محددك ردك ايه على الموضوع ده وشايف الخطة ايه في الفترة الجاية بالنسبة الاهل القارية احنا اولا بنرحب بأسرة قناة الحياة اتنين وبنرحب بحزب الوفد اللي بيدي مثلا رائع لنوابه عشان يحلوا مشاكل الجماهير وبيقدم القناة اللي بنشارك فيها السلطة التنفيذية وبنشارك فيها المواطنين عشان يقولوا يحلوا مشاكلهم فاحنا اولا بنقول متشكرين على هذه الروح الطيبة اللي بدأت تغير وجهة نظر الناس جميعا بدأ الناس جميعا يأنتموا للحزب يبصوا للجهود اللي بيعملها ويدي لفتة جميلة جدا من الحزب وقاعدة الحزب اولا ثانيا انا عايز اقول لحضرتك ان هناك مشاكل وهناك معظم الجهاز الاداري في الدولة جهاز عقيم بدليل ان المستشفى ده انا رحت للوزير عشان هناك متبرع تبرع عبر 4 مليون جنيه وقلت الوزير يا سيادة الوزير الدكتور احمد عماد يا سيادة الوزير الناس متبرعين فاحنا عايزين نعمل هنا مستشفى نبني ونجيب وحدة عناية مركزة وهو حضانة الحقيقة الراجل قبل بحاجة حلوة اوي واشهر على الورق لكن للأسف وكلاء الوزارة الموجودين جنبه بيعوقوا العمل ومتمسكين بالروتين القديم اللي انتهى قبل الصورة فمش معقول بعد صورتين عظيمتين ناس دنها في هذا الاسلوب العقيم فكمان اضف الى ذلك ان انا نقلت منه ممرضة من الشرقية الى الاليوبية والراجل وافق وللأسف برضو الجهاز العقيم او الجهاز الاداري او وكلاء الوزارة اللي واغدين عن النظام السابق بيعوقوا كل حاجة فانا ان شاء الله هروح له تاني وهارض عليه الورق ويمكن الورق هوت خاص بالمستشفى بعد ما الراجل وافق للأسف يردوا ردود غريبة جدا جدا الناس هتتبرع بفلوس انتو عايزين ايه تاني احسن من كده لكن الجهاز الاداري عقيم وسيء دي واحدة كمان ممرضة ما كاتب موافقة هوت وللأسف برضو ما تنفذتش فان شاء الله انا هروح لقريب جدا علشان نحل بعض المشاكل ونحاول نغير المنظومة السيئة جدا ديا ويتولى الوزارة ناس شباب قادرين على انجاز مصالح هؤلاء المواطنين اللي عانوا كثيرا وشفوا معاناها كثيرة فاحنا جئنا عشان نساعد الناس ديا الناس ديا فعلا على حق في كل اللي بقولوه طريقة هوت يمكن رئيس المدينة قال ان احنا هنرصفه المستشفى هعيد عرض الكلام ده تاني على استيد الوزير واقول له الاجهزة بتاعتها اجهزة فاشلة لازم للناس دي تغير سلوكياتها تغير الكلام اللي بتعمله ده لان مش ممكن ابدا احنا في عهد صورتين ان الشعب كله تفتح الان الشعب كله عارف مصالحه وللأسف حتى الان مش عايزين يقدموا الخدمة المطلوبة للمواطنين كمان بالنسبة للمجزر اللي اتعمل فعلا في قرية صهراكت فعلا المجزر اتعمل وتبنى وللأسف ما اشتغلش ده برضو على اساس ان الجهاز الاداري عقيم فان شاء الله يقدموا لي طلب عشان اقابل وزير الزراعة علشان نشغل هذا المجزر علشان الناس تتمتع بالميزة عشان اللحمة تتختم عشان الناس يعيشوا في امان وفي صحة فللأسف الناس المواطنين على الحق والجهاز الاداري في الدولة مش على حق اطلاقا بالاضافة كمان انا قدمت طلب احاطة للسيد المحافظ بقول له يا سيادة المحافظ الرئيس الوزير التنمية المحلية ورئيس الوزراء بقول له يا سيادة الوزير ان احنا عندنا في محافظة الاهلية الناس عايزة تبني في الحيزة العمراني للأسف منعينهم فده اضطر الناس تبني في الارض الزراعية عشان الاراضي رخيصة فبالتالي لما لقى هنا مخالفة لدخل الحيزة العمراني مخالفة واللي في الزراعة مخالفة المواطن بيتسببني في الارض الزراعية فبقول لهم انتوا يا جهاز اداري انتوا المعاوكين الدنيا وانتوا المعاوكين الدنيا وكمان قدمت قبل كده عدة طلبات احاطة لحاجات مختلفة كمان حاجات كتيرة برضو قدمت بقى طلبات احاطة انا مع المواطنين ان هناك جهاز عقيم وان الدولة كلها عايزة استيسة ولا يتحرك لها والوزراء ورئيس الوزراء ناس ما بيخلصش حاجة فانا بطالب الرئيس استيسة شخصيا ان الوزراء دول يتحركوا ان الوكالة الوزراء يقدم صالح الناس واحنا عندنا مثل الاستاذ عبر رحمان هون الشهاوي ده رئيس مجلس المدينة منغامر راجل متحرك جدا راجل بيقدي الخدمة انا متفائل به ان عمل انجازات كتيرة داخل المركز يمكن من القيادات او من وكالاء الوزراء اللي قدموا حاجة قويسة لكن معظم وكالاء الوزراء حتى الان الجهاز الإداري ما زلت أول جهاز فاشل جهاز عقيم جهاز مش عادل اللي ما يحل مشاكله وانت شفته انا باتكلم في قناة الحياة برضو على مشكلة البطالة وعرفنا ان انا حل مشكلة البطالة للدولة بلا اي تكلفة على الدولة وانا قلت الحلول بتاعتي فيريد عايزين عناصر ناجزة عناصر قوية تقدر تطلع بهذه الدولة لبرى الامان ويتساعد الرئيس السيسي اللي بيفني نفسه في الدول خارجيا وداخليا واللي عمل انجازات يمكن كلنا ما عندناش قادرين نحص ولا نعدها اللي راح لجميع الدول علشان نحسن علاقات بيننا وبمصر بعد ما تقعست في فتر الاخوان فانا بقول لحضرتك انا بطالب معاكم الاجهزة التنفيذية ان تتحرك وان ترعى مصالح الجماهير ويمكن الوزارة هتجلنا قريب احنا هنهجمها لان برضو التأشيرات اللي بتجلنا برضو تأشيرات وهمية ما بتقديش الغرض اللي احنا عايزينه مش عارفين حتى الان نخدم المواطنين فالاسبوع الجاي او الاسبوع اللي بعده تمام الوزارة كلها هتجلنا ان شاء الله علشان نتكلم معاهم ونقول لهم انجزوا مصالح الناس احنا اللي متعايشين مع الناس احنا اللي شايفين ظروف الناس ايه ساعدونا في حل مشاكل الناس طبعا بشكر حضرتك فانديم بشكر كل الاهالي الموجودين معنا النهاردة احنا بس عشان وقتنا نتاح لبشكركم مشاهدينا وعودة مرة اخرى للمستودي من جديد اهلا بحضراتكم في عين على البرلمان بنقش مشاكل كل محافظة على حدة او بدأنا في هذا الموضوع كل محافظة بنواب هذه المحافظة والمشاكل اللي بيحملوها والامال والطموحات اللي عند الدوائر اللي انتخابتهم وعند اهالي الدائرة اللي هم بيمثلوها واللي بيحملوها موسيقى شكرا